الخامسة صباحا في القاهرة الثانية بتوقيت جرينيتش مجزء اخباري جديد يأتيكم من القاهرة اهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي الشكر والتقدير لقضاة المحاكمة الابتدائية والاستئناف والنقد على الاداء المتميز والجهد المقدر والذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة انجاز القضايا والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصداد وخلال اجتماعه بالمستشار عمر مروان وزير العدل وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا امام المحاكم في ذات السنة التي اقيمت فيها على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الاوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهما هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان رئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية وذلك في اطار تعزيز استخدام احدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الاداء خلال النظر في القضايا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفد مصر في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر لحظة الامم المتحدة لتقييم نظم الغذاء الفين ثلاثة وعشرين والذي تستضيفه منظمة الفاوة ونقش الاجتماع تأثير ازمة تغير المناخ على الهذاء كما تم عرض التقدم المحرز في تحويل النظم الغذائية مع تحديد الاجراءات ذات الاولوية التي من شأنها تسريع عملية التحويل دعما لتنفيذ خطة عام الفين وثلاثين انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري الاماراتي عالمين ايرشو الفين ثلاثة وعشرين وتضمنت الفعاليات مرور طائرات تحمل اعلام مصر والامارات وشعار العرض الجوي كما تم تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة الاعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية وفي ختام الفعاليات تنفذ فريق الالعاب الجوية المصرية النجوم الفضية عروضهم فوق مدينة العالمين الجديدة السياحية والتي تفاعل معها الجمهور لما قدموه من عرض راق وكفاءة منقطعة نظيرة طلب البرلمان العربي نظيره الاوروبي بإصدار تشريع ملزم يجرم اصدراء الاديانة وذلك بعد حرق نسخة مجددا من المصحف الشريف امام السفارة العراقية في الدنماركا كما دع البرلمان العربي الى ضرورة اصدار تشريعات دولية ملزمة تجرم هذه الافعال المشينة التي تهدد السلام والتعيش السلمي بين الاديان وثقافات المختلفة وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيل خلية ازمة لمتابعة اندلاع الحرائق في منطقة مالولا من ولاية جندوبة يأتي هذا في وقت اعلنت في السلطات التونسية اجلاء اكثر من 300 شخص عبر البحر بمنطقة مالولا جراء الحرائق التي نشبت في الغابات والتي اتجهت نحو منازل المواطنين في المنطقة ادانا رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا اطلاق كوريا الشمالية ساروخين باليستيين بعد ساعات من وصول غواصة امريكية تعمل بالطاقة النووية الى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية هذا وقال كشيدا ان اطلاق بيونجيانج لتلك الصواريخ يهدد الاستقرار الاقليمي كما انها تتعارض مع قرارات مجلس الامن الدولية اعلنت الحكومة الصينية عزمها ارسال وفد دبلوماسي بقيادة عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الى كوريا الشمالية في 26 من يوليو الجاري ومن المقرر ان يشارك الوفد في مراسم احياء الذكرى السبعين على انتهاء الحرب الكورية مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا لخطام الموجز ولمزيدنا من الاخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الQR كود الظاهرة على الشاشة شكرا على طيب المتابع تقبلوا تحياتي اسراء العقاد الى اللقاء اشتركوا في القناة